السلام عليكم من الأخير لا تحدثني عن إنجازاتك لا تحدثني عن شهادتك العليا ولا شهادة الدكتورة التي تحملها لا تحدثني عن مشاريعك الناجحة وأضوالك الطائلة لا تحدثني عن علاقاتك مع كبار المسؤولين والمتنفذين والمشاهير إلا تصلي على الأقل الفجر والإشافي جماعة ويكون القرآن على رأس اهتماماتك وتأتي بوردك اليومي من الأذكار وتصلي على النبي عددا غير قليل من المرات ولا يفتر لسانك عن ذكر والاستغفار فكل إنجازاتك خراء ولو بلغت عنان السماء صدقني كل هذه الإنجازات لا تساوي شيء إن لم تقم به حق ربك لا تقول بأن هذه الأعمال تحتاجي وقت وأنت مجهول بالعمل والعمل عبادة فأنت ووقتك ملك لربك وصلاح دنياك وراحة بالك ليست في مال تجمعك ولا مجد زائف تبني بل في تحقيق الغاية التي جئت من أجلها والتي يرخصها قوله تعالى وما خلقت للجن والإنساء لا ليعبدون مقولة العمل عبادة مقولة صحيحة لكن عندما تأتي في السياق المناسب لها أي عندما يأتي العمل بعدما ذكرته من الطاعات وليس العكس أن يأتي العمل سارقا لكل الطاعات أي أن تقوم بأذور دنياك ثم إذا توفر الوقت قد تؤدي طاعات ربك التي ذكرتها في البداية صدقني أصلح علاقتك مع الله وسيصلح الله حياتك وآخرتك لم تصلح دنياك لم تصلح دنياك إلا بصلاح آخرتك أصلح آخرتك وستصلح دنياك وستحيا حياة طيبة جميع إنجازاتك في الدنيا هي هراء إن لم تسبقها إنجاز نجاحك مع الله سبحانه وتعالى ونجاحك مع الله يحتاج لقيانك بما ذكرته من عبادات في بداية هذا الفيديو أرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بأعجاب والتعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا